ليه تعاقد النادي الاهلي مع امام عشور كان اجبارين ونجهز الحالات لأ النهاردة خط وسط النادي الاهلي بمنتهى البساطة اخطاء ما تطلعش من الاسامي اللي موجودة في الملعب وانا انا عازل مروان جدا بالمناسبة ارجع تاني ارجع تاني ارجع انا عايزها من اول اعايزها من اول ماشي ماشي هنا حالة الضغط طبعا واضح تماما لفيه ضغط والرجل شايد براحته ومفيش قزمة خارج فيش تخطية بص راجل بيوصل لحد بيدخل جوا نزل معك يا ريمي دي بيص يا كريم ما فيش ما فيش بلوكات الاهل انهاردة بالمناسبة شاط اثناشر كرة تعملوا تمانية بلوك انما في المقابر كل لعيب من براميز بيشوت واللعيبة سايبا يشوت خلص لكن مش دي الازمة الكبيرة كمل 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 بعد دول بعد دول يلا خلص دول شوفناهم خلص دول شوفناهم بص اي وقف هنا ارجع 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 اجاب اتكلم عن الخط وقف ارجع وقف بص يا كريم الثلاثي بتوعى النادي الاهل بتوعى بتوعى النادي الاهل سيوك من غلطة ياسر لان ياسر ليه غلطة غلطة يعني هنتكلم على لوحدها بص مروان بص ديانج بص افشة التلاتة بيعملوا ايه مسكين مين الماركينج الكومباكت المسافات اي حاجة تتكلم على في خطة الوص مش موجودة انت بتتكلم هنا على افشة واحد وخالص بطيق جدا في الترانزيشن في العودة لاماكن لغم انه تحسن كثيرا لانه بطيق جدا مروان مفيش ضغط ديانج مفيش ضغط ياسر ابراهيم طلع من مناطق ليه ياسر عشان الناس هتتكلم على غلطة ياسر اللي واحده ليه ياسر طلع نزل مع الراجل في المعتاد في الاهل ايه اللي بيحصل يا كريم لو المهاجم نزل ما بينزلش معه السنترباك بيقابلوا الراجل رقم ستة او اللعب مركز تمانيا اللي ينزل معاه عشان هو يمسكه عشان انا مفرغش بالشكل ده دفعات الاهل ما تخترقش بالشكل ده كريم دي اخطاء اخطاء كارثية اخطاء هزلية لما تحصل من لعيبة مقدمين موسم زي ياسر ابراهيم وتاني انا بالنسبة لياسر اتحمل تلاتين في المية من الغالطة ليه لكن السبعين في المية على لعبة وسط الملعب اللي واقفين بيتفرجوا وماخدوش الراجل لما نزل الراجل لما يطلع يطلع بارة تمنتاشر تلاتين اربعين مترا كريم لازم اللي يستلموا لعيب مركز ستة او لعيب مركز امانية مش ياسر ياسر اضطر لما محدش نزل مع الراجل او محدش استالة من الراجل اضطر ينزل معاه فلما نزل معاه مين اقرب دي ياسر ابراهيم اه فهو الرجل اللي حصل وبين اول يا كريم فخر لقاي نزل هرب لتحت عمل الباس وراح عمل الترن وراجع عمل ملفه عشان لرجعه خلاص موضوع راح. انت سبت بيتك. خرجت برا منطقتك اللي مفروض تتواجد فيها. فالخطأ بالنسبة لي هو مشترك ما بين ياسر وما بين ديانج وما بين خط الوسط بالكامل. ادي واحدة. كم. ده غير طبعا خروج كارسي من محمد الشيناوي بلا مبرر. طالع يعمل ايه انا مش عارف. هو العمل تراي ولا تلا يخدها برجله عمل ارجع بقى ارجع 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 عشان جندي في كارسة تاني. ارجع من الاول ارجع من الاول. من اول من الخروج بتاع ياسر. اقول اول حاجة بس اول حاجة. اول ما يسر ليلعب. اول ما يسر ليلعبها. مشي. مشي, مشي. بص لا دي التانية. دي التانية. دي التانية. ارجع ارجع كمان. ارجع من اول ما يسر هياخد الكرة من فوق. كمل طيب. كمل. كمل. ايه kimme liyaulo. بص وقف هنا. بص ادي ياسر خذة بس وقف هنا بصها كريم بص كريم. ده لعيب خط وسط. لا محمد مجدي افشا. مفيش لعيب مفيش لعيب طبيعي انه نازل اهلي بيلعب اربعة تراتة تلاتة عشان ما انش قولي ده بلاي ميكر. مفيش لعيب بيلعب في وسط الملعب مركز ثمان يا كريم ووشه المرمى. فلما يجي يعمل الكليرنس او يحاول يطلع في كرة هو ايه يا التحم يطلع مين انا حجونه. كمل. كمل. بص الاقفة بقى الوقفة بس واقف هنا بقى واقف هنا. بص بقى كريم. مروان راجع. مروان راجع في وسط التلاتة. طب خلت عفتاح داخل انسايد. لا لانه تفاجئ بالروج بال 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 بالكرة اللي حاول يرجعها اه محمد مجدي افشا شكل غريب جدا. هو تفاجئ به. طيب. ياسر ومنعم هنا الراجل كريمي دي بيس واقف بيحاول يمز ياخد الراجل اللي هنا مصطفى فتحي عشان عشان ما يروحش. فالراجل هرب منه بعد كده. كمل. كمل. التلاتة مش ممسكين. كمل. بمنتهى السهولة. رجوع سيء جدا من الكل. مقابلة من ياسر ضعيفة جدا بعد ما شال الكرة بشكل ضعيف. خالد عمل التخطية متأخر. فلا منه قابل الراجل ولا منه قفل. الكرة التصويق عمل لها بلوك. واخيرا كريمي دي بيس في دلماسك الراجل لكن مصطفى فتحي وفرق الخبرات طبعا. رغم ان الكريم انا شايف ان اقدم مباراجه يده جدا من العب القليلة. اللي انا هعزورها النهاردة وقول انها اقدمت مباراجه يده. وهقول لك ليه كمان اقدم مباراجه يده على الصعيد التكتيكي خاصة في الجزء الامامي يعني. خلاص. ماشي الكرة فانهاردة يا كريم. هادي الحالة اللي خدت وسط النادي الاهلي خاصة في الترانزيشن. واقف هنا. في الترانزيشن دايما بنتكلم يعني ايه ترانزيشن يعني اتحول سواء من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع. الترانزيشن من الهجوم لما الاهلي يفقد الكرة يا كريم. عشان يرجع يستخلصها ويرجع لمناطق تاني محتاج لعيب في وسط الملعب متكامل. احنا هنا قبل ما يبقى فيه ايThree امفاوضات مع النادي الاهلي. لما جنا شرحنا وقولنا من اللاعبة اللي موجودة في المركاته ممكن تبقى جيدة للنادي الأهلي. انا سميت امام عشور اللاعب الشامل ما سميتوش اللاعب الشامل. لا مجملة لامام ولا مجملة اللي موجود في المركاته. لانه هو اللاعب اللاحيدي اللي كان موجود في المركاتو اللي عنده القدرة انه يعمل لك كل الشغل ده. عنده القدرة انه ينزل ويشتغل ويعمل يدي لك الادوار الدفاعية بشكل ممتاز. عنده القدرة انه يرجع لمناطق التحول بعد ما تفقد الكرة بشكل ممتاز. عنده قدرة انه يلقلك من المناطق الدفاعية للمناطق الوجومية. لذلك بعد اللي شفنا ده كله. وبعد الادوار اللي بيعملها امام. كل اللي انا بقوله ده كانت تعاقد مع امام عشور اجباريا على النادي الاهلي. ما كانش اختياري ولا صفقة جماهيرية ولا صفقة إعلامية كانت صفقة فنية إجبارية وعشان كده مارسل كولر أول ما اتعرض عليهم المشهور قال لهم ده بالنسبة لللاقيب رقم واحد وده اللعيد اللي أنا محتاج في وسط الملعب مش بس عشان يعود حمدي فاتحي لأ عشان يعملي كل النواقس اللي عندي في وسط الملعب